اما متابعين الاعزاء على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط العاشر بتعداد اشواط هذه الفترة الصباحية تستمر الاثارة تستمر الانطلاقات على ارضية ميدان التحدي وتتواصل الاشواط المفتوحة من مسافة الخمسة كيلو مترات هذه المسافة التي سوف نرافقها بايضا بالمتعة وبايضا نوص قصة ورواية هذا الشوط تابع الشعارات والاسماء المتواجدة التي تلتغطها شاشات غنات الريان الفضائية الناقلة لاحداث ووقائع هذا السباق لهذا المرجان مرجان المؤسس الشيخ جاسب بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى اتواصل مع الاسماء المنطلقة الاسماء الخمسة المتواصلة والمتنافسة اول المراكز اول المنطلقين هناك المتقدم والمتواجد بشعار هجر الشحانية ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة برك او هناك او ملبي من يتواجد على المركز الاول تعود الملكية الهجر الشحانية لمضمر حمد بن علي بن حلفان المري من يقدم لنا ملبي من يلبي النداء بانطلاقة المميزة ثاني المراكز التواجد من غبل مبعد تعود الملكية الهجر الشحانية ولمضمر سالم بن فاران المري التواصل مع المركز الثالث ارى من يتقدم سيار من يسير ويتقدم مع المركز الثالث تعود الملكية الهجر الشحانية ولمضمر سلطان بن محمد الوهيبي رابع المراكز وتابع التواجد بليهان على المركز الرابع تعود الملكية لهجر الشحانية ولمضمر سالم بن فاران المري احد الاسماء الغوية ينطلق مع رابع المراكز وتابع المركز الخامس لأرى التواجد سراب مع المركز الخامس تعود الملكية لاستعادة شيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزال الثاني وهناك المضمر علي بن مطر بن ضابط الدوسر من يقدم لنا سراب مع انطلاقة المركز الخامس هذا هو النداء الاول للخمسة الاسماء المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة بهذا الشوت وبهذه الانطلاقة الجميلة ولكن نذهب بحضراتكم الى التوقيت الافضل الذي يتسجل معنا في هذا اليوم وبهذه الانطلاقة من قبل ابداع من تواصلت الابداع مع شوتنا الخامس وحملت لنا شعار هجن الشحانية قدمها المضمر سلطان الوهيبي وكان توقيتها سبع دقائق كما تشاهدون عبر شاشة غناس الرياض 33 الثاني 74 من الثاني هذا هو توقيت ابداع مع ايضا من سجلت التوقيت الافضل في هذا اليوم نواصل النداء مع هذه الاسماء ومع تواصل لشوات ومع تواصل إثارة ومع تواصل الامتاع من قبل هذه الشعارات اول المراكز التقدم من قبل املبي املبي على المركز الاول ما زالي عدي ويمرر من مركز الى مركز مع المقدمة تعود ملكية املبي لهجن الشحانية والامضمر حمد بن علي بن حلفان المر ولكن من انطلق بهذه الحظات وتواجد السيار بدأ يسير على المسار رقم واحد مع المقدمة تعود ملكية سيار لهجن الشحانية الامضمر سلطان بن محمد الوهيبي ثانياً يتواجد ملبي لهجن الشحانية ولمضمر حمد بن علي بن حلفان المري والثالث المراكز يتقدم هناك بلهان بلهان يتواصل مع دواران الميدان ينطلق ويحمل لنا شعار هجن الشحانية المالكة ولمضمر ذاهبي سالم بن فاران المري رابعاً من يحمل الرقم اربعة يتواجد بهذه لحظات اعناد اعناد على المركز الرابع تعود الملكية الهجن الشحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان المري وخامس المراكز القدوم من المسيحان بدأ ينطلق مع الأسماء المتقدمة ومع دائرة الخمس الأسماء الأولى تعود الملكية ملكية المسيحان لسعادة الشيخ جميم بن عبدالله بالخليفة الثاني علي بن حمد بن جرحب من يدير بالتضميق ومن يقدم بهذا الشوط وأرى وتابع الأسماء بدأت تنطلق مع تجاوز لافتة 1500 متر ما تبقى عن الناموس عن التتويج عن أيضاً لحظة التتويج وأيضاً معانغة الناموس بهذه الانطلاق الجميلة والمميزة هناك سيار ما زال هو الغائد لهذا المسار مع أول المراكز ولكن بدأت الأمور تتغير مع عناد بدأ يعانج الجميع بانطلاقته المميزة هجر الشحانية المالكة حمد بن علي بن حلفان البدع يقدم لنا عناد مقدماً لنا هذا الابتاع الكميل من قبل انطلاق من بدأ يقص مجريات وفعاليات الكيلو وبتالأخير انطلق عناد مع التدارة ولكن ابنهان خبرتكم عنه هذا خطير بانطلاقته من يتواتد على المركز الثاني يحمل شعار هجر الشحانية المالكة ألم ضمن رسالة بالفاران المري انطلق ابنهان انطلق ابنهان مع أول المراكز بعدما التكامل ميداد وانطلق مع القيادة السليمة لمجريات وفعاليات هذا اليوم وهذه الانطلاقة الجميلة تعود الملكية لهجر الشحانية الانضمر الذهبي سالم بن فاران المري مقدماً لانطلاقة ابنهان ولكن المركز الثاني وصل اسحاب بشعار هجر الشحانية المشاكب بدأ يشاكب محمد بن خاد عضية ولكن أعود مع الصدارة أعود إلى ابنهان أعود إلى ابنهان من يتواتد على الصدارة من ينطلق مع القيادة وينفرد بناموط هذا الشوط وهو المتوج بهذه الانطلاقة يقترب من خط النهاية وخط النهاية يقف باحتراماً وحباً وتقديراً لانطلاقة بليهان من حاز على ناموس هذا الشوط نهني هجر الشحانية والثاني المضمر ثاني المراكز كان التواجم من سعاد هجر الشحاني مركز الثالث كان الوصول من غبل السكب كما هو المدون من سعاد الشيخ حمد بخليف مسود الثاني المركز الرابع كان الوصول من غبل مناور الهجر الشحاني مركز الخامس عناد الهجر الشحانية مشاهدين الكرام وتابعنا لأعزاء شاهدنا المنافسة الجميلة ما بين الأسماء المنطلقة ولكن بعد ذلك نذهب بحضاراتكم إلى التوقيت الزمني إذا مشاهدين الكرام هذا هو بليهان ولحظة خدوم إلى خط النهاية معين الفوز والناموس سبع دقائق ثلاثة واربعين ثانية سبع سبعين جزمان الثانية هجر الشحاني والثاني المضمر سالب بران المري ثاني المراكز وصل الناور على المركز الثاني السعاد على المركز ثانية تبع دقائق خمسة واربعين ثانية واحدة في درجة damitان هجر الشحاني والتانية للمضمر محمد بخارد العاطية المركز الثالث كان الوصول من قبل السكب على ثالث المراكز توقيز لذائف سبع دقائق arms ثانية 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 زمنتان نهني سعاد الشيخ محمد بخارد بن سعود بان按钢 التعني والثاني راشد الملوشي